بعيد التغييرات والتعديلات التي شهدها جهاز التعليم العالي وخاصة الجامعات والمعاهد الأولياء بالبلاد وفق المرسوم الصادر في الثالث عشر من يوليو للعام الحالي القاد بإدخال إصلاحات بالجامعة الإفتراضية ولذلك تأتي عمليات التسليم والتسلم هذه بين نائب رئيس الجامعة الإفتراضية بيشاد السابق داود أحمد محمد والمسؤول الجديد باتومان نيقو مناسبة التسليم ترعصها رئيس أكاديمية القرب الدكتور محمد بركة ممثلا لوزير التعليم العالي حيث أكد أن هناك ضوابط وقوانين يجب مراعاتها في إدارة هذه الجامعة إن هذا العمر يرتبط بجدول البرامج السياسية والمراقبة الفعالة للعوضاء المالية مشددا على ضرورة بزل المزيد من الجهود لتقديم ما لديهم ما هو عفضل لتحسين الخدمات ولترقية سياسات الجامعة الإفتراضية كلمات متقاربة صرها بها كلا المسؤولين بأنهم سوف يواصلون في نفس المنوال بحدث النحوض من عجل رفء مستوى نوعية الخدمات والدراسات الجامعية ترجمة نانسي قنقر